وسط هذا الحي الشعبي الواقع بالقرب من سوق الرحمة بالجلفة يباشر علي زرقين يومه في محله الخاص ببيع المواد الأولية التي لها علاقة بنسيج القشبية والبرنوص الوبارية هذا هو بارتع الجيمال ليس من قيعة ونقوه يخمم من حي الياسر كم في محلنا المتواضع بحي ساميزو وصوق الرحمة أغني عن التعريف نبيع في المواد الأولية حكاية القشبية والصوف والوبر مقارنة نشق الفكراجات نهادية كشفنا الناس هنا والله أن النساء المكثات في البيت يخدموا للأمور التقليدية ناس اجتماعيين تقليديين وفرناهم الواد الأولية نساعدهم وأسعى الممتازة ثاني ونطوروا في هذه الفكرة ونظراً لاهتمام نساء الحي المكثات بالبيوت بهذا الموروث التقليدي اهتدى صاحب المحل مساعدتهن في تأمين المستلزمات الناس لها جهة لها مصدر رزق لألاف العائلات الناس لها تختم منه وتسترزق منه ألاف العائلات قشبية أصيلة قشبيتنا برنوسنا أمورنا تراثنا الحمد لله نفتخروا بها اليوم القدوة إلى أجياء القادمة هذا جارنا الله يبارك معاملة طيبة مقربنا المسافة معناها نعطي البلاد والله من الإنساته وعنا نساء الحارة هنا نساء الجيرانه مقربنا من الصوف مقربنا من مساعدة ثانية في السومة هو هذا الإنسان مقربنا المادة الأولية للنسيج وهذا رح يعاون في المرأة الماكثة في البيت ويطمح صاحب المحل توسيع مشروعه وفتح مناصب شغل لكل المهتمين بمجال التراث التقليدي للمحافظات عليه وحمايته من الاندثار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر